في الحقيقة يمكن كلنا متابعين العظمة اللي عملها المنتخب المصري لكرة اليد اللي عامل في الحقيقة نتائج كبيرة جدا ومهمة جدا في بطولة العالم لكرة اليد والمقامة في السويد وفولندا المنتخب فاز على بلجيكا بنتيجة 33 ل28 وده في افتتاح مشوار الفريق في الدور الرئيسي للبطولة اللي تأهل لي بعد تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول والفوز على كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية المنتخب المصري لكرة اليد واصل تألقه واستطاع الفوز على منتخب بلجيكا بنتيجة 33 مقابل 28 في افتتاح مشوار الفريق في الدور الرئيسي لبطولة العالم للقبار والمقامة حاليا في السويد وفي بولندا كانت فرعانة اليد قد أنه الشوط الأول بنتيجة 22-15 ليواصل التفوق من خلال الشوط الثاني لتنتهي المباراة لصالح المنتخب المصري اللقاء شهد تألق الحارسين كريم هنداوي كاتونجا والذي تألق في الشوط الأول والذي انتهى بنتيجة 22-15 لصالح الفراعنة ودميلي عبد الرحمن حميد الذي تألق في الشوط الثاني وصد أكثر من قرة محققة للخص واستطاع أيضا سيف الدرع اللاعب الواعد في أن يصبح رجل المباراة بعد أن حصد أفضل لاعب في اللقاء واستطاع اللقه اللافت للنظر خاصة في شوط المباراة الأول بدأ منتخب اليد البطولة بالفوز على المنتخب الكرواتي بنتيجة 31-22 ونجح وقتها المدير الفني الأسباني للفراعنة روبيرتو باراندو جارسيا في التكشير عن أنيابي ضربة البداية لتحقيق الفوز في أول مشواره كما استطاع منتخب مصر لكرة اليد تحقيق الفوز على نظير منتخب المغرب بنتيجة 30-19 في اللقاء الذي جمع بينهم ضمن منافسات البطولة وحينها نجح منتخب مصر في حسم المباراة بالكامل لصالحه بعد آذاء مميز من الفراعنة رغم التغييرات التي أحدثها الأسباني المدير الفني للمنتخب من أجل تجهيز جميع اللاعبين حتى يستطيع مواصلة مشواره وواصل منتخب مصر لليد الأذاء القوي مع تحسن طفيف لآذاء منتخب المغرب لكن خبرة لاعب منتخب مصر حسمت الشوط الثاني للمباراة والمباراة لصالحهم بنتيجة 30-19 في الجولة الثالثة نجح منتخب مصر في الفوز على منتخب أمريكا بنتيجة 35-16 أي بفارق 19 هدف بهذه النتيجة تأهل منتخب مصر إلى الدور الرئيسي لبطولة العالم وهو محققا للعلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية اشتركوا في القناة